السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم جماعة فيديو جديد هنتكلم النهاردة عن طريقة عمل نسخة احتياطية لبياناتك وألعابك على بلاستيشن فور والاحتفاظ بهم في جهاز يو اس بي في البداية هنحط جهاز يو اس بي على جهاز الكمبيوتر وحنعمل له فورمات طبعا عشان ما يحصلش معاك مشاكل في عملية النسخ هتعمل فورمات على نظام اي اكس فات وبتضغط له فورمات وبيتفرمت معاك الايو اس بي وبعد كده بتروح لجهاز البلاستيشن فور وبتدخله في جهاز البلاستيشن فور وبيبقى كده جاهز معاك لتحميل الألعاب طبعا النسخ الاحتياطي ده ممكن لو انت أخدت نسخ احتياطي من جهاز ممكن تحمله لجهاز تاني بدون أي مشاكل بس طبعا لازم يكون الاكاونت اللي موجود على الجهاز موسق عشان تقدر تحمل البيانات المحفوظة بتاعته وانما الألعاب ممكن تحملها بدون أي مشاكلة وزي ما انت شايف انا وصلت اليو اس بي في جهاز البلاستيشن وحدخل على الاعدادات وبعد كده بنزل على النظام بدغط على النظام وبنزل للنسخ الاحتياطي والاستعادة طائمة دي الاولى بتبقى نسخ جهاز بلاستيشن فور احتياطيا اللي هو ان احنا ممكن ننسخ من يو اس بي التانية استعادة النسخ اللي موجود على جهاز اليو اس بي والتالتة لو كان عندك ملفات منسوخة على اليو اس بي من نسخ احتياطي حضرتك بتشيل بتحزف النسخ ده من الاختيار التالت بنضغط على الاختيار الاول حيدخلنا على القائمة اللي انتو شايفينها دي القائمة دي يا جماعة بيقولك لم يتم مزامنة معلومات الجوائز للمستخدمين التالية اسماؤهم في النتورك طبعا جايب لي كل المستخدمين انا ان انا ما عملتش مزامنة للجوائز طبعا موضوع مزامنة الجوائز ده احنا كنا شرحناه في فيديو قبل كده اا ياريت رجع له تاني في دورة احتراف بلسة شنفول وطبعا مزامنة الجوائز دي يا جماعة بتهم طبعا اللعيبة لاصحاب الاجهزة لكن احنا كاصحاب محلات مش بتهمنا الجوائز لان احنا بنستخدمش الحاجات دي احنا بس عايزين ننسخ البيانات اا بتاعتنا اا بنضغط ايما على نعم وندخل على القائمة اللي بعدها ماشي في القائمة دي يا شباب بيقول لك تعزل استعادة البيانات المحفوظة للمستخدمين التالية اسماؤهم الى جهاز بلسة شنفور بخلاف جهاز بلسة شنفور هاز يعني حضرتك المستخدمين دولا اللي احنا بنعملهم في الجهاز اللي هو بدون اكاونت وبدون حاجة اللي هو مستخدم عادي يعني تمام اللي هو من غير حساب على البلسة شنفورك فحضرتك الاكاونت ده او الحساب ده ما تقدرش ترجع بياناته او الملفات المحفوظة فيه الا على نفس الجهاز اللي انت نسختي منه يعني لو انا اخدت الباكوب ده او اخدت النسخ الاحتياري ده وحبيت انسخه على جهاز تاني مش هينسخ معايا على جهاز تاني الاكاونتات دي او الحسابات دي طبعا احنا بنكون ساعات بنلعب مثلا لعباء ويكون بيانات المحفوظة بتاعتها على المستخدم معين فالمستخدمين اللي هم مش مسجلين على الشبكة مش هينفع تنجيلهم غير على نفس الجهاز يليد تكون المعلومة مفهومة ولو مش مفهومة اكتبولي في التعليقات وانا هجاوبكم عليها ان شاء الله طبعا بعد ما نخلص دي هنضغط على نعم ونخش على القائمة اللي بعدها طبعا يا شباب القائمة دي اهم قائمة القائمة دي احنا بنحدد فيها الالعاب اللي احنا عايزين ننسخها يعني مثلا لو دست على الاختار الاول بتشوف الالعاب اللي انت عايز ننسخها ممكن تنسخ الالعاب كلها او ممكن تنسخ بعض الالعاب وتسيب الباكي براحتك وبعد كده بتضغط على تأكيد ماشي انا اختار لعبة او اتنين بحيث ان النسخ بتاعي بيجى بسرعة ودغط بتأكيد القائمة التانية البيانات المحفوظة اللي هي بيانات الالعاب لو انت مثلا لعبت عدت مرحلة مرحلتين البيانات المحفوظة دي بتبقى موجودة فبتعلم عليها لقاطات الشاشة طبعا احنا عارفينها لو عايز تعلم عليها براحتك برضو هتتنجل معك واستماعات نفس القصة اعدادات الجهاز دي بتتنجل تلقائي وما بيبقاش عليها علامة تحديد بعد ما بتعلم الحياة اللي انت عايز تعلم عليها يعني علمت على الالعاب كلها او عملت لعبة او لعبتين حضرتك بتضغط على التالي بعد الضغط على التالي بتجي لك القائمة دي بيقول لك اسم ملف الباكب كذا والحجم بتاعه كذا والوصف بتاعه اللي هو اسم الجهاز والتاريخ بتاع الباكب فانت بتقول له نسخ احتياطي فبتدي معاك النسخ بيقول لك جاري الاعداد للنسخ الاحتياطي وبيكفل معاك الجهاز وبيشتغل على الشاشة اللي انت شايفها دي وبيقول لك نسخ الاحتياطي يعني طبعا بيقول لك لا توقف جهاز بالستشن فور علشان يكمل معاك عملية النسخ طبعا زي ما انتوا شايفين عملية النسخ بتبقى يعني على حسب كمية الالعاب اللي انت نسختها وعلى حسب الحجم بتاع الالعاب اللي انت نسختها طيب في حاجة كمان بتحدد السرعة بتاعت النسخ اللي هي ممكن ايه يعني لو حضرتك مثلا اليو اس بي بتاعك يو اس بي سري النسخ بتاعك هيبجى اسرع لو حضرتك اليو اس بي العادي اللي هو تو هيبجى بتاعك هيبجى النسخ اجل فيا ريت تستخدم حاجة اعلى بحيث انها هتنفع معاك في الباكب وتنفع معاك في اي حاجة تاني للبرسيشن او حتى لو حبيت تخلي اليو اس بي ده كجهاز تخزين موسع هيمشي معك لان اقل من 3 مش هيمشي معك او مش هيشتغل معك في الجهاز فطبعا النسخة هنستغل حد ما تحمل وبمجرد ما تخلص تحميل حيطفي الجهاز وحيشتغل ثاني طبعا لو حبيت تلغي العملية بتاعت النسخ الاحتياطي بتدوس على الدايرة بتتلغي كده انتهى النسخ بتدوس له موافق ومجرد الضغط موافق بيعمل جاري اعادة تشغيل جهاز بليستيشن فور وبيضفي الجهاز وبيشتغل مرة تانية كده انت عملت نسخة احتياطية للالعاب اللي موجودة على جهاز البليستيشن عندك وتقدر تستخدمها على نفس الجهاز او على جهاز تاني طبعا لو في اي معلومة موجودة في الفيديو او نقصة في الفيديو ياريت تكتبها لي في التعليقات طبعا لو في معلومة نقصة برضو اكتبوا لي في التعليقات لو في معلومة مش مفهومة اكتبوها لي في التعليقات طيب بعد ما فتح الجهاز بنخش على الاعدادات وبنعمل نفس الحاجة بندخل على النظام وبعد كده بندخل على النسخ الاحتياطي والاستعادة طبعا استعادة جهاز بالاستيشن فور طبعا لو انا حبيت احزف الباكب بتاعي ده اللي انا عملته او النسخ اللي انا عملته بضغط على الاختيار الثالث لو حبيت استعيده انا بضغط على الاختيار الثاني زي ما انت شايف لو حددت حيدخل ويعمل معايا استعادة ولو حبيت احزف بدخل على الاختيار الثالث زي ما انت شايف وبحدد الباكب اللي انا عايز احزفه ممكن يبقى اثنين او ثلاثة فانت بتحزف اللي انت عايزه وان شاء الله يا معي يكون الفيديو فاتكم ما تنسوش تضغطوا لايك للفيديو لو كنت مش مشتركين تشتركوا دلوقتي في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد اشوفكم على اخر ان شاء الله في فيديو تاني والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته